تصريحات كابتن حسين البدري بعد المباراة والكلام كابتن حسين البدري يعني أن الحكم كان عامل مؤثر سلبي في المباراة بنتيجة المباراة لم يحتسب اتنين ضرب الجزاء بالنسبة لنادي أهلي دي من وجهة نظر كابتن حسين البدري وأن النتيجة ليست مرتبطة بالأداء كنا الأفضل على مدار شاطين المباراة أيضا أضعنا أهداف كثيرة ده كابتن حسين ممكن طبعا واضح جدا إضاءة الأهداف وده اشتكى منه كابتن حسين البدري مش في المباراة دي بس في المباراة قبل كده كتير سواء بقى في البطولة العربية أو في الدور المصري أيضا نتكلم كابتن حسين البدري على الشوت الثاني بالنسبة للمباراة القادمة كابتن حسين البدري بيعتبر المباراة القادمة هي الشوت الثاني بالنسبة لفريق النادي الأهلي في رادس وإن شاء الله فيه تركيز كبير من اللعبين وهيكون موجود تركيز كبير جدا وإن التأهل ليس بعيدا وعندنا القدرة على الفوز بالنسبة إن شاء الله للمباراة القادمة وثقت قابت الحسام هو بيكلم على اللعبين ثقته كبيرة في اللعبين وأكيد لو هو كابت الحسام أيضا هو بيصرح أن موجود بعض السلبيات هيتم طبعا تلاشيها بشكل كبير ومضاعفة الإيجابيات في المباراة القادمة ورفض كابت الحسام بدل التعليق على خطأ شريف إكرامي في الهدف الثاني وقال دي أخطاء موجودة ووردة بشكل كبير وكان فيه أخطاء موجودة في المباراة تسببت فيه أربع هدف سواء بقى هدفين في المناطي الأهلي أو هدفين في المناطي الأهلي